طلابنا يعطيكم العافية رب ويديم عليكم الخير والصحة والعافية إن شاء الله رب العالمين نهمها تكون نار لأنه قربنا ننهي قربنا ننجز إن شاء الله رب العالمين إلى أننا ننتقل لموضوع ثاني ناري اللي هو المدائح النبوية العين عليه دايما بالأسئلة فلان بدك تنتبه موضوعات بسيطة صراحة صراحة بسيطة فيك تبين ثلاثة جوا بدك تحفظهم وإلا الباقي كل الأمور إن شاء الله رب العالمين طيبة قولي يا رب قولي يا رب يلا يا طلابنا إلى أن نأتي إلى الموضوع الثاني اللي هو موضوع المدائح النبوية أول شي بدك تحفظ تعريفه هو فن شعري هو شعري أصلا صح فن شعري يعني بمدح مين بمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد وتعداد صفاته الخلقية والخلقية هذا واحد إظهار الشوق لرؤيته وزيارته زيارة الأماكن المقدسة المرتبطة فيه ذكر معجزاته والإشادة بغزواته كل هذا من تعريف مين؟ من تعريف فن المدائح النبوية فإذن هو فن شعري يعني بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام إظهار الشوق له وزيارته ذكر المعجزات الإشادة بغزواته زائد تعداد صفاته الخلقية والخلقية لماذا سمي مديحا ولم يسمى رثاء؟ ليش؟ لأن الرسول وين عايش؟ عايش جواتنا حي في نفوسنا نفوس المسلمين برسالته وسنته ومبادئه حلو السؤال؟ حلو والإجابة كمان حلوة نشأت المدائح اسمعني حتى أرجع أشرح هون بلش بداية بصدر الإسلام استمر خلال العصرين العباسي والأموي أصبح يشكل ظاهرة 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 يعني صار فن جد موجود يعني الناس تقول عنه أنه هي موجود هون في العصرين الأيوبي والمملكي ليش؟ لأنها بلاد المسلمين تعرضت لغزوات وهجمات هذا تطلب منهم حتى يطلعوا من الويلات والألم والعذاب اللي هم عايشين فيه أنهم يتضرعوا لله عز وجل زائد يتوسلوا للرسول يشفع لهم عند الله عز وجل بس هاي القصة كلها كامل فالآن يلا بدأ في عصر الإسلام أصبح يشكل ظاهرة في العصرين الأيوبي والمملكي استمر خلال العباسي والأموي بسبب الويلات والمصائب التي حلت بمين؟ بالمسلمين وخاصة بعد الهجمات الصليبية والتترية توجهوا إلى الله عز وجل حتى ينجيهم من الكرب توسلوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون شفيعا لهم وينجيهم من المصائب التي حلت بهم تمام طلابنا لهون؟ تمام علل ليش الناس كثير كانوا ينظموا بالمداعح النبوية؟ ليه؟ لأنهم كانوا يشوفوا فيه راحتهم النفسية لأنهم يجدون فيه سعادتهم وراحتهم النفسية زائد صاروا يتدارسون وينشدون في مجالسهم ومحافلهم فإذن ليش الناس صارت تكتب كثير بالمداعح النبوية؟ يجدون فيه سعادتهم راحتهم النفسية وصلت معهم أن يدرسوا وينشدوا في مجالسهم ومحافلهم طيب أشهر شعراء المداعح النبوية الآن معارج الأنوار في سيرة النبي المختار للصرصري بشرى اللبيب بذكرى الحبيب لو تحفظ البداية عادة لأنه نضع دائرة لابن سيد الناس اليعمري منتخب الهدية في المداعح النبوية لابن نباتة المصري فرائد الأشعار في مدح النبي المختار لابن العطار الدنيسري شفاء الكليم بمدح النبي الكريم لابن عرب شاه الدمشقي تحفظ ليهم بصم هذول الكتب طلابنا أو القصائد تحفظهم وتحفظ مين المألفهم هو الآن أشهر شعراء المداعح هو البوصيري هذا اسم أشهر من نار على علم احفظ لي يا رح يقول لك مين أشهر شعراء المداعح النبوية البوصيري له قصيدة بعنوان البردة المعروفة باسم الكواكب الدرية في مدح خير البرية نفس القصيدة لها اسمين البردة والكواكب الدرية في مدح خير البرية لمين؟ للبوصيري مين هو البوصيري؟ أشهر من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتقع في 162 بيتا 162 بيت مطلعها أمن تذكر جيران بذي سلم لأخري تحفظ لبداية بس هن الآن نأتي إلى القصائد التي مدحت الرسول صلى الله عليه وسلم والموضوعات أول قصيدة بدك تحفظها قصيدة البوصيري موضوع يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام يتغنى بصفاته قيادته للعرب والعجم وحاجة الناس لشفاعته الآن شو الأبيات اللي ادل على هذا الشيء آخرية حرف ميم عجم آخرية حرف ميم يلا موضوعات المدائح النبوية واحد مدح الرسول عليه الصلاة والسلام القصيدة للبوصيري آخرية ميم تمام قصيدة الشاب الضريف بدي حرف الباء منها موضوعها بيّن منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم التوسل إليه وطلب الشفاعة لنجاة من النار آخرية هباء زي ما حكينا يلا الموضوع الثاني اللي هو بيّن منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام مين اللي حكى القصيدة الشاب الضريف طيب شو آخر الحرف اللي هو حرف الباء قصيدة يحياء الصرصري التي تجاوزت أبياتها ثمانمية وخمسين بيت موضوحها وصف معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة حادثة الإسراء والمعراج وصفا مفصلا دقيقا الآن أنت قاعد تقول عن إسراء ومعراج تمام تمام في عندك البرهان آخري تنحفظ النون هنا برهان بالوسنان والطيران هنا تمام وفيه كأنه بجواتها أسرة والبراء كمان تحفظ ممكن تكون أدلة موجودة عندك هون يلا في عندي ثلاث قصائد واحدة تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم للبصيري واحدة تبين منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم للشاب الضريف واحدة تتحدث عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم للصرصري تمام وفيه قصيدة لابن الساعاتي لموضوحها ذكر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وفضيلة جد عبد المطلم أشار إلى ذكره والثناء عليه في الكتب السماوية عارض فيها قصيدة كعب بن زهير آخرية حرف إيشلام اللي هو أنجيل مأكول الأبابيل أخرية حرف لام يلا القصيدة الرابعة موضوحها ذكر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم لمين؟ لابن الساعاتي الآن كيف ربط الأبيات أخرية حرف لام لن نربط أيش الأبيات طيب المداعح النبوية تعرفنا عليها ليس سميت مداعح نشأة المداعح النبوية أشهر من كتب في المداعح النبوية أشهر كاتب للمداعح النبوية موضوعات المداعح النبوية ويجينا الخصائص الفنية لشعر المداعح النبوية تبرز فيه العاطفة وتدفق المشاعر تجاه رسول عليه الصلاة والسلام عند الحديث عن شمائله معجزاته طلب الشفاء وحدة الموضوع وطول القصيدة زي ما شفنا قبل شوي بالنسبة لوحدة الموضوع من يسترجي يكتب عن إشي ثاني غير الرسول وقاعد يحكي عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام طول القصيدة شفنا قبل شوي بالميات القصائد تأثرت مضامينه بالقرآن الكريم مثل الحديث عن حادثة الإسراء والمعراج والطير الأبابيل والبراخ يشيع في فن المعارضات انتبه دير بالك هون يشيع في فن المعارضات مثال قصيدة ابن الساعات اللي هي فوقينا هون التي عارض فيها كعب بن زهير اللي هي قصيدة كعب بن زهير بانت سعاده فقل باليوم ما تبوله طيب الآن طلابنا هيك نكون أنهينا وأنجزنا اللي هي الخصائص الفنية للمدائح النبوية خلصنا طلابنا الموضوعات فوقيها كانت خلصنا تعريفها النشأة ليس سمية مديح وليس رثاء الآن وبعض القصائد والمؤلفين كمان احفظناهم الآن الدور والباقي عليك انت حتى ان شاء الله رب العالمين تبصم هاي المادة كلها تحصد العلمات اللي عادة ما تكون عليها نقطة واحدة تكون أكثر من نقطة عليها يعطيك ألف ألف عافية رب عيد الفيديو مرة مرتين ثلاثة ان شاء الله رب العالمين تعرف انت شو بدك تحفظ وين بدك تحفظ يعطيك ألف ألف عافية اشتركوا في القناة